طيب عايزين نرجع لقبل وجود السوشيال ميديا عايزين نفكر ناس شوية لان فيه عجيلة طبعا محضرتش الحاجات دي عايزين نفكرهم رمضان كان عامل ازاي قبل ما يكون فيه سوشيال ميديا طيب رمضان قبل السوشيال ميديا كان فيه حاجات كتير جدا تقدر تتعمليها في اليوم وتستمتع بيها في اليوم يعني مثلا نبدأ مثلا من الفجر المسحراتي ما ظنش فيه حد دلوقتي يعرف المسحراتي اللي كان بيعدي بيطبل إصحى ينايم واحدة دايم وبتاعه وترميله مثلا 10 جنيه وعشرين جنيه ويندهليك باسمك بيشردلك في المنطقة كلها انت إصحى انت وبعدين انت ممكن تتفق معنا ويصحيك يعني أنا وأخويا كنا بنعمل كده كنا نديله مثلا 10 جنيه أو 5 جنيه ونقول له صحينا قبل فينده عليك بالظب دي 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 حاجة جميلة جدا وافتقدناها في الفترة الحالية ايه تاني ان احنا نتجمع على شاشة واحدة و12 بوصة دي 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 كانت جبارة دي دا كان يعني ازاي اصلا كنا بنشوف كلنا خمس افراد في البيت لا ممكن اكتر على فكرة او اكتر حاجة قد كده كلنا نتفرج عليها دي كانت كانت حلوة وفي نفس الوقت احساس ان انت تتفرجي مع ناس كتير على حاجة واحدة ان احنا مجتمعين على حاجة واحدة دي دي حلوة نفسيا ومعنويا حلوة طبعا يعني كان فيه مثلا القناة الاولى معروف انه دلوقتي معادة المسلسل دلوقتي معادة الفوزير دلوقتي معادة بوغي وطمطم صح كانوا اولى وقرات تانية كمان كانوا بيعرضوا حاجة كيرا جدا كنا بنحاول من المحطة دي المحطة دي على حسب ايه اللي بيتعرض عليها دلوقتي بس كان الجميل نحن بنحولش فترة الاعلانات مش زي دلوقتي صح ان احنا الاعلان شغال احنا عارفين انا مستنى اشوف ده مستنى عمله ايه مستنى اشوف مش عارف مين ما كناش منزق من الاعلان ما كناش يعني احنا على اخر رمضان كنا بنبقى منغني بالزبط لان احنا فيش غيره برضا وما كانش فيه اوبشان غيره لا كان فيه اوبشانات تانية غيره بس انت كنت حابة الموضوع عارفة ان هعد اربع اعلانات هيجي البرنامج اللي انا عايزه لو مجاش هقلب على القناة التانية اتفرج على حاجة يعني كان اوبشاناتك محدودة بس في نفس الوقت كنت مبسوطة فغير الوضع اللي حاصل حاليا دلوقتي انت شايف ان وجود السوشال ميديا اثر على صلة الرحب شوهها ازاي ان انت تلوقتي يعني زمان مثلا عايز تروح تقابل مثلا عايز تروح تزور عمك مثلا اولاد عمامك او وات افر بتروح فعلا بتروح بالعربية بتقعد وتقضي يوم وبتعنام تلوقتي بتبعت واتساب كل صانتايب حتى انت ما بتستناش الرد يعني انا حاس ان السوشال ميديا خلت حتى مشاعرنا مشوهة يعني مثلا حد بعتلي نقطة وبعة في الويش ال Zusمايلي ده وبسو انا Follow As If I Come On بقى فيه تشوه عندنا في الحته دي قال هذا السوشال ميديا اثرت علينا في الموضوع ده طبعا اثرت جامะ جدا ذلك لتها عايشين بسرعة لازم ارد بسرعة لازم انت الحقي اللحظة دي مع اني وتنسى تتعيش حياتك بسبب السوشال ميديا فدي من الغثار السلوبية جدا بال большой تفتكري السوشال ميديا هي اللي خلت سنة الأرحم يعني نبعد شوية عن بعض بسبب ان احنا مثلا ما بنتجمعش كلنا قدام حاجة واحدة ونتفرج عليها. ده سوش الميديا ولا التنوع الكتير في البرامج والمسلسلات اللي بيكون موجودة دلوقتي في رمضان التنوع وكترة الشاشات في البيت. يعني دلوقتي كل فرد في البيت مع الموبايل بتاعه. بيتفرج على اللي هو عايزه بالقوانين بتاعته في المعاد اللي هو عايزه ما بقاش فيه حد يعني حتى كمان غابت شوية في البيت المصري الحتة اللي هي لقبلة ما يقعد كله يبقى احد. دي غابت اللي بيأكل هو بيزاكر اللي بيأكل هو عكنا بقى اللي بيأكل مش عارف ايه يعني مش شرط في رمضان حتى يعني ممكن في رمضان الفطار اول ربع ساعة كله قعد بعد كده مفيش. ولو قاعدين كل واحد ما زك الموبايل حتى لو تفضون شغال يعني احنا بقى انا بنعمل تلفزيون ومعاملة الراديو دلوقتي. احنا سمعين التلفزيون بس احنا شغالين على السوشيال ميديا. ويمكن كمان اول اسبوع كلنا بنبقى مجتمعين كأسرة. الاسبوع اللي وراء تليل هو انا معزوم عند صحابي وانا معزوم عند صحبتي وانا معزوم عند صحبتي. فتليل ان هو فعلا اول اسبوع يمكن نكون كلنا متجمعين كعائلة. بعد جاء الموضوع بيبتدي يقل تماما. يقل تدرجان لحد العيد بقى. العيد ما تشوفوه مش بكله سافر. دي حقيقة صح. صحبتي.